موسيقى يا صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمى معرحة البل يا صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمى معرحة البل موسيقى صباح الخير مشاهدينا اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح السحة والجمال النهاردة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 و 21 من ربيع الاول 1441 التسامح التسامح شيء جميل جدا في حياتنا اليوم العالمي للتسامح وهو يوم 16 نوفمبر كل العالم بيحتفل باليوم العالمي للتسامح بيدعو فيه ان انت لازم يكون عندك حوار مع الطرف الاخر ايا كان ديانته ايه جنسيته ايه ثقافته ايه حواره ايه يكون بينك وبين الطرف اخر كل احترام وتعاون وحب في كل حاجة مش معنى كده كمان ان انا اتساهل او اتنازل مع الاخرين ولكن ان انا بعترف برأيهم كويس جدا بدون اي مشاكل بدون اي اراء تانية مختلفة قد ايه التسامح شيء جميل جدا في حياتنا وعايزين نعرف النهاردة ايه هو التسامح واهميته في حياتنا الاجتماعية والانسانية تعالوا نعرف مع بعض النهاردة مع ضفنا العزيز ودايما اللي منورنا في صباح الصحة والجمال الدكتور طارق الياس خلاص بقى ضيف معينا في صباح الصحة والجمال تعالوا نعرف النهاردة بقى ايه هي ايه هو التسامح واهميته في حياتنا وهل موجود في بيتنا ولا لا موجود في اسرتنا موجود في المدرسة تعالوا نعرف حاجات كتير عن التسامح مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنا ونكمل حوارنا يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما ما رح تلقى يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما ما رح تلقى وارجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معيكم صباح الصحة والجمال والنهاردة بنحتفل مع بعض وبنتكلم عن اليوم العالمي للتسامح وقدي ايه التسامح شيء جميل ومهم جدا في حياتنا قدي ايه التسامح بيدي سعادة وراحة نفسية واهم حاجة كمان ان اهم عنصر فيه التسامح هو التعايش ازاي نتعايش مع بعض ونحب بعض تعالوا نعرف مع بعض النهاردة اهمية التسامح في حياتنا الاجتماعية واقع الانسانية مع الدكتور اللي مشرفنا الدكتور طاري الياس خبير الترمية البشرية صباح الخير يا دكتور شرفتنا والله بتنورنا بكونت سعيد بوجوده مع حضرتك دائم مشاهدينا دايما بينتظروا الفكرة الجميلة بتاعت حضرتك الله يخليك فهم لان احنا يا دكتور طاري بنتكلم كمان في مواضيع مهمة ونفس الوقت كلمات يعني كلمة التسامح دي معظمنا ما نعرف محدش عارفها قوي يعني ايه معناها في البداية نعرف مشاهدينا كلمة التسامح وليه بيبقى فيه يوم عالمي لكلمة كمان التسامح والتسامح نفسه التسامح هو من ارقى واهم المعاني اللي الاديان كلها اقرتها ان يكون هناك سلام وبالتالي السلام قائم على التسامح يتسامح الانسان دايما مع المجتمع اللي بيتجاوز ضده وبيسمح له يتجاوز حقه ومع ذلك يحاول يتغضع عن ده يمكن ده يجبر اطراف يعني الاخرى ان تكون علاقتها بيه علاقة افضل احنا هنا مش بنتكلم عن اشخاص احنا كمان بنتكلم عن اوطان الوطن احيانا يتسامح في حق اولاده اللي هما ما كانوش بيحاولوا يدعموه اللي كانوا وقفين ضده اللي معطردين عليه ومع ذلك يتسامح علشان يفاهمهم انه المكان ده يحتوينا جميعا التسامح معناه انه قبول الاخر اختلاف الاديان في مجتمع ده تسامح ما بين الناس انك انت مختلف عني ولكني انا اعطي لك حرية الاختلاف الاختلاف يبدأ به الاحساس بايه انت قام ازاي انت مش بتفكر ازاي بس انا هحاول افهمك التسامح هو محاولة فهم الاخر احاول اتعايش معي اخذ ودي معي نفهمه الاول اه نفهمه الاول وبعدين اتعايش معاه مش في قاعدة بتقول ايه استاذ الشرين افهم لكي تفهم انا افهمك انت تفهميني طب لو انا مش فهمك حظتك هتفهميني ازاي يعني لو انا مش فاهم انت عاوز ايه يبقى انا مش هوجه رسالة لتناسبك انا هكلمك بلهجة انا التسامح معناه انك ما توقفش على الهنات بتاعت الناس الاخطاء اه اه مش كده كل واحد بقى واقف على غلطة للتاني كل واحد بقى يقول ده بصت لي ده كلمت ده علاقت على الفيسبوك مش عارف ايه احنا بقينا قاعدين كده على السقطة واللقطة متنمرين لبعض اه متنمرين لبعض صح اه مش من جواكي حاسة ان كنت عايشة في سعادة اصلت التسامح هو سبب السعادة الحقيقي اه لان كنت مفيش جواكي احتقان ولا ضغينة تجاه اي حد اه ولو جيت فكرت بشويش هتقولي ايه هو ايه اقصى حاجة ممكن كانت هتحصل لو انا كنت زعلته ولا مزعلتش ما هو الامر هيفضل قائم زي ما هو احيانا اولادنا بيتصرفوا بسزاجة بفطرية نزعل ونخش فيهم جامد قوي ونزعق لهم ونعاقب وفاكرين ان العقاب هو الوسيلة الوحيدة لتربيتهم انما ده مش حقيقة فان انما لو انا سمحت على اشياء واخطاء هما ما يقصدوهاش وانا عارف انهم ما يقصدوهاش حتى لو كانوا يقصدوا بعضها يمكن ده يكبرهم انهم يغيوا سلوكياتهم ما هي المشكلة دكتور طارق سلوكياتنا وفي الحياة اليومية كمان عادتنا كمان هل التسامح ممكن يكون في يوم الايام في عادتنا ويومياتنا وسلوكياتنا اللي احنا ممكن نتابع معاها فيما بعد مع الاولاد عشان الام والاب هما اساس البيت اكيد اه عادة الانسان الغني نفسيا اللي ما عندوش مشاكل بينه بين نفسه يتسامح مع كل الناس حتى انهم ساعات المجتمع يصف الشخص المتسامح بانه قبله يقولك ايه العبت ده انا اسف اللفظ ايه العبت ده ده البني ادم ده بيتضحك عليه لا بالعكس هو يعلم ان الاخرين اساء في حقه بس لما هو تسامح عمل ايه عمل اهم قيمة في حياته هو لم يهبط الى مستوى من اخطأ في حقه ده معناقي بقى الخطأ بيصغر الناس حضرتك التسامح بيكبر الناس بيخلي حجمهم يبقى عملاق يقولك انت احركتنا ما كانش حد متخيل انك هتسامحنا بالشكل ده وظلت الابتسامة على وشه رغم الاساءة ضده احد الموظفين يستغنوا عنه في العمل رغم انه كان من الناس الموجدة جدا تخيالي عمل ايه لما حكته اللي كانت موجودة على مكتبه ودخل على المدير بتاعه اللي هو استغنى عنه وقال انا كنت اتمنى ان العلاقة بيني وبين حضرتك والشركة تكون افضل بس انا مش زعلان انا سابحث عن مكان اخر ده التسامح مسلم عليه ومشي حتى لو من جوه حزين الحزن ده لابد منه بس ما كانش غاضب دايما يا دكتور طارق بقول ان الانسان هو دايما انا ارسل مسلس كده اقفل اجزائه تكون متساوية علشان الواحد يقدر يعرف هدفه فين يعني مثلا انا بكون الانسان هو تكوينه فكر مشاعر سلوك ده كلام صحيح فانت لو مطبق دول كلهم وفي الاخر تلاقي السلوكياته مش ماشي مع المجتمع وحتى مش عارف المصطلحات انه هو ازاي يتعامل معها او مع الناس التانية ده في حد ذاته بيعمل لنا لود ازاي بعد كده هنقدر نتعامل مع الاخرين واحنا دلوقتي في جيل عشرين عشرين ان شاء الله يعني فلازم لدي توعية والأسرة كمان ان ازاي ياخدوا بالهم من الكلمات دي ومن الاشياء البسيطة دي احنا بنعتبرها اشياء بسيطة بس للأسف هي لها معنى كبير ومصطلح كبير جدا في حياتنا وفي المجتمعنا طيب من هنا بقى هدف التسامحين يعني لو فيه تسامح في الأسرة كده ايه العائد اللي بيرجع لينا فيما بعد؟ دفء العيلة العيلة بتبقى دافية ومستقرة والأصوات فيها مش عالية وما فيش حالة من التوتر والغضب الغضب بيفسد حتى الجو العام الأب حتى هو بيكلم مع أولاده بتسامح بيسمح لهم بمساحة يقولوا حتى رأيهم التسامح حالة من حالات العدل والثقة والاحترام اه طبعا اه وتدي احترام كده لرأي الآخر كبان والطرف الآخر فده بيخلي حتى البيت اللي هو نواة المجتمع هو اللي بيسمح للمجتمع أنه يعيش في سلام قول رأيك وما تغضبش وما تخربش وما تبقاش عنيف وما تقعدش تخبط بإيدك في الحطان وانت معدي لكن تقدر تتكلم بصوت هادي يقال دائما أن الأصوات الهادية مرتبطة بالشخص القوي الأقوياء ما بيزعقوش الشخص بقى اللي بيزعق تعرف إنه هو من جوا ضعيف للغاية هو بيعوض الضعف بالصوت العالي فالناس بتفتكرونه عنيف هو بيدافع عن نفسه إما لو قرر إنه هو يتسامح مش محتاج للصوت العالي ضيف العيلة يبدأ بالتسامح هنعرف إزاي بقى يكون بنا تسامح في العيلة وفي البيت ومع أولادنا بس ناخد تليفون دكتور طارق صباح الخير أمو شايماء أهلا بكي صباح العمل صباح التساؤل صباح العمل صباح الأنوار على عيونك رب مانا يخليك يا أمو شايماء يا حبيبتي تتسلمي لي يا رب تحيات لحضرتك وتحياتي اللي ضيف حضرتك وتحياتي وبشكركم جدا جدا على اختيار الموضوع والتسامح دي الجسمة حلوة طعمة جميل جدا التسامح دي كلمة جميلة جدا اه يا حبيبتي لازم نسامح لازم نسامح بعض وخيركم الذي يبدأ بالسلام وبشكركم جدا جدا وبشكر ضبط الطرق على المعلومات القريمة دي برسي يا أمو شايماء ويا رب ان شاء الله عام جديد عليك وعلى الأسرة كلها ان شاء الله يا حبيب شكرا معنا الأستاذة صفا صباح الخير صباح الخير السلام عليكم عليكم السلام اهلا بي بقول له حضرتك انا اقول له الدكتور على حاجة انا اهلي لما بغلط غلط بيفضله وفاكبينهولي العمر كله هما بيعابوني بيعابوني بشدة يعني مرة ضربنا اخويا بالسالك ومرة دافع لوشي بالكازمة وقال لي انا قلبي شايل منك ومش هتمحك طول العمر فانا اعمل ايه معاه عندي كم سنة يا صفا عندي كم سنة حبيبتي انا عندي 28 29 نعم 29 اه طيب حدي اه اشترك على كلم عن التنمر مع انكم تتكلموا فيه يعني اقول هذه انا كتبه اه لا تتنمر بأحد فان التنمر ضمار واختر كلامك فان الكلام السيء يؤلم المشاعر في الانسان وحرص الامل في كل من حولك لتكن في وسط الناس كالاساس وحرص في كل مكان على ما يبني ويعلي قدر الاخوة والاخوات في جميع الاوقات ولا تشارك في اي شيء الا بما يحقق الارادة في حياة البشر ويكبر الخواطر في الاقاف ولا تنسوا السلام فان السلام يحيي النبوس والعقول والارواح شكرا يا صفا يا حبيبة قلبي مرسي جدا واستاذ صبري اه الاستاذ صبر مرسي جدا يا استاذ صبري سلام عليكم صبري معنا طب هنتكلم بس على الاستاذ صفا شكرا يا استاذ صفا الاستاذ صبري معنا صباح الخير معاك يا فاندي سلام عليكم اهلا عليكم السلام اتفضل استاذ صبر والله حضرت البرنامج جدا والاسم فعلا اسمه رائعا التسامح ولان قصنا ولان قصنا ولان قصنا في نصر الان نحنا نتصامح كلنا مع بعضهم صحيح استاذ صبري مرسي جدا كلنا اخوات يعني من اغلع التمثلة انا اتذكرها انا محقص قرآن انا بخلص استمارات تقديم الاولاد لمسابقة القرآن الكريم حلو او انت اقدمها في المنطقة ففي خدم مشبايد فمعي تليفون اللي معان خدم في المدرسة فاقتصرت بيها وهي غير مسلمة اا اتصرت بيها وقترع حضرتك اتي انت فين انا في شبين على أبعد حوالا 40 كيلو قريدت نخلك مكانة واستأزنة المدير وقابيت للخدم وحد الحاد لما خلصت بي الاولاد قلت لها كلنا واحد قلت لها كلنا حتة واحدة جملة فينا المحتاجينها كلنا عشان من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني نحن في التحيات نقول السلام عليك نسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في كاف الخطار السلام عليك أيها النبي السلام مش الصلاة بس السلام الأول السلام تسامح وبذلك إن شاء الله بفضل قيادة سيد الرئيس فنقود العالم كله ومن أجل ذلك حينما ينزل الرئيس إلى أي بلد أو أي دولة من الدول مقابل بالترحاد الكبير طبعا لا من أجل ذلك إلا لأنه نشر التسامح بيننا ومن أجل ذلك أيضا أقوم أصلي الفجر وأحفظ القرآن الكريم والله العظيم ما فعلت ذلك إلا حينما وجدته يقوم في الصباح الباكر وفيه طبعا يا أستاذ طبر كلامك جميل جدا وأهم حاجة التسامح وبشكرك جدا جدا ومعنا حد تاني طيب طبعا دكتور طارق شيء جميل جدا أن الناس فعلا معانا وفهم عانئة التسامح وشيء جميل جدا جدا طيب كانت معانا صفا كانت بتتكلم في موضوع صراحي عندها 28 سنة هي كبيرة ومصغيرة وبتقول إن هي في تنمر عندها وعنف وحاجات كتيرة في البيت يعني دي بقى ثقافة المجتمع اللي لازم تتغير هو رد الفعل العنيف حضرتك علم النفس بيقول إيه بيقول أن السلوك مش الفعل السلوك هو رد الفعل إذن الأخ اللي تعامل بقصوة مع أخته هو لسلوكه سيء إيه هو الفعل هو الأخلاق الإنسان لما يكون عنده أخلاق بيعمل إيه بيعمل الأفعال الصحيحة بيعمل الأشياء اللي ما تستفزش المجتمع من حوله بيحاول ما يخطئش عشان ما يبقاش رد الفعل عليه قاسي وعايز أقولك على حاجة هو الشخص اللي بيرتكب أي خطط وهو يعلم أنه خطط يتوقع من المجتمع إيه هو بيتوقع رد فعل قد يكون عنيف عشان كده يبدأ التسامح إننا بنظبط إقاع المجتمع إننا نقوله حاول تقلل من أخطائك ما تستفزش من حولك وده اللي بيسموه زكاء الاجتماعي إنك تعيش وسط الناس بدون تصادمات معاها الناس تحبك يعني أنت لازم تبدأ بالحب والسلام والأحترام للطرف اللي قدامك بالضبط كده وفي نفس الوقت أنت بتحترم برضو قيمك ومبادئك وأخلاقك وكل واحد بس بيبقى فيه تسامح ما بيننا دي عشان ننتج يا دكتور طارق بلزرح المشكلة كلها المشكلة المساحة اللي الناس بتاخدها حضرتك أنت عندما تتسامحي أنت بتسمح لنفسك أنت كمان أنك تساعد بوقتك عرفة لما يكون جواك إحساس بالضغينة تجاه حاجة ده بيفسد حياتك صح والواحد يفضل في توطر وقلق ومش واقف باله من نفسه ولا حياته ولا بيته ولا شغله كمان بتقومي على الألم من أنهم حضرتك كنت مبتسمة غير ما بتقومي من أنهم وانت بتقول إيه أنا هتخانق مع فلان أنا لما نزل مش عرف هاخد حقي من فلان لا ده ربنا اللي بيجيب لك حقك على فكرة ومش انتي على فكرة وما بيضيعش أبدا حقوق المظلومين هي مسألة وقت هي بس لو كل واحد يفهم كده هنرتاح كل واحد هينتج وياخد باله من بيته وياخد باله من أسرته أنا حاسة دكتور طارق بقى إنا إحنا كده البيبان بقت متفتحة كل واحد بقى عارف كل حاجة عن التاني بقى فيه الستة طارق تحكي كثير عن مشاكلها الزوج على طول لأ أنا الأوان بقى إحنا نقفل البيبان دي ونهض نشوف أخطاءنا إيه ونراجع تاني ترتيباتنا بتفكرنا في الحياة عشان العالم كله بيستعد الحياة تانية وجيل تانية دكتور طارق أنا حاسة يعني إن فيه فعلا جيل تاني مختلف وفيه مجتمعات بتتغير يا تاري وفيه مجتمعات بتتغير طبعا في الثقافة وفي الحضارة يعني بتحس إن هم بتناولها للمشاكل كده ما عندك حقا آه مزبوط طيب معنا التليفون مين؟ دوابة؟ دوابة مزبوعة اسم الجميل يا دوابة أهلا بيك أنا أحبك لأجمال حضراتكم فتحين موضوع ممتاز بسراحة وموضوع بيمس ناس كثير بس أنا شخصيا يعني اتعرضت لمجموعة من الناس تولوا كبر فتنة بسبب بغضهم على إثر مشكلة معينة التبه يسعوا وراي في كل مكان يتطويت جراء وتطويت الأهل والدعب الباطل والزور كيف حسامح ناس تولوا كبر فتنة شغلت الناس مدة طويلة مجار ما يتحاسبوا هم دول اللي تولوا كبر الفتنة ويتعارف هم قالوا كده ليه وإيه عشان يبقوا عبرة لغيرهم حضرته ما ينفعش ان تساب الناس اللي بسعوا وراي الولاية بالباطل والزور والبرتان عشان خاطر هم كده بيعلموا غيرهم احنا اي حد يكره من وداية يعمل ايه مزبوط شكرا مرسي قوي على كلامك الجميل طبعا هي بتتكلم في نقطة ان لازم طبعا اللي بيغلط يتعاقب طبعا يعني مثلا احنا الواحد طبعا بيشوف الحياة قدامنا والدول واللي بيحصل فيها طبعا العراق وسوريا وكله فده طبعا احنا ضد الحاجات دي طبعا ودايما احنا بندعو للإستلام والمحبة والتسامح طبعا في كل شيء طبعا دكتور طارق عايزين بقى نضيف لمجتمعنا ان ازاي نحط كده نقطة نمشي عليها في التسامح مع بعض يعني مثلا الشغل لو لو مسكنا بندو الشغل مثلا يعني عايزين ننتج عايزين نشتغل كويس كل واحد بيقف على غلطة مع التاني بيدو اسفنات لبعض بمعنى اوضح يعني في الشغل فالتسامح دوره ايه هنا في الشغل هو الانسان دايما اللي بيسق وفاهم انه لما بيدي معلومة لحد وبيساعده هو في يوم من الايام سيجد من يسانده ويمده بالمعلومات هتبصت لقيه بيساعد زميله وهو بيقول له ده واجب علي الشخص دايما اللي انا لسه كنت بحكيلك دلوقتي شيرين بقولك ايه ان الشخص القوي هو المتسامح الضعيف اللي خايف على مكانته ان حد ياخدها منه اقوى منه الضعف يتحول الى حالة بقاومة عنيفة فتبصت لقيه بيعمل ايه بيستنى على اي غلطة عشان يظهر انه اضعف منه وساعات كنا نشوف ناس محتاجة تدريب ومحتاجة مساعدة وشايفينه بيقع قدامنا ومكملين احنا سكتنا ومش بنبص عليه دي مشكلة النقطة الاولى في التسامح دايما ان يكون لدى الانسان ثقة في نفسه هو يسق في امكاناته يسق في ادواته عارف انه كل يوم بيتقدم خطوة لقدام المجتمع الواسق من نفسه لا يهاجم المجتمعات الاخرى واحنا طبعا عايزين مجتمعنا يبقى افضل مجتمع وحضرتك احلى لفظه قلته كمان يكون واثق من نفسه الشخص يبقى واثق من نفسه فعلا دي حاجة جميلة جدا نقدمها لمشاهدين اهم حاجة طيب دكتور طارق عايزين كده بقى لأسف في الوقت بيمر مع حضرتك بسرعة عايزين نصيحة لمشاهدين باحتفال اليوم العالمي للتسامح وان احنا ازاي نتسامح مع بعض ويعني نتعايش مع بعض يعني نحترم قراء بعض انا ليه يا رجاء عند كل سيدة المشاهدين اني شايفين الوقت ابدأ من الان بنفسك اتصل بالتليفون بخوك اللي قلت انت مزعله اتكلم مديرك ودخله وقوله لو زعلان مني انا هصلح من اخطائي شوف زوجتك متضايقة من ايه ان شاء الله تنزل من بيتك انزل من شغلك وحلها شغلها وقولها ما تزعليش مني كلامك جميل يا دكتور طارق طبعا وبشكرك جدا جدا على اللقاء الجميل ده وطبعا فيه اتصالات كتير لان الحوار فعلا مهم وحلو جدا وبيمس فيه حتة جوانة كده ان احنا عايزين نبتدي من جديد وحياة جديدة ونمط حياة كمان جديدة ومختلفة شكرا جدا شكرا جدا مشكرا جدا دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية مشاهدين يا رب تكون الحلقة عجبتكو وارجو يكون بيننا وبين بعض التسامح والحب كله والتعايش والاحترام اشوفكو في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعما ما رح تلبل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعما ما رح تلبل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعما ما رح تلبل يا صباح الصحة والخير والجمال شكرا